السيد بن كيم هو وزير الإسكان الإعمار والإسكان وكل هذا اللي تشوفوه في بغداد وبعض المحافظات هو من المخططات اللي هو رسمها تمام؟ بس قبل هذا وحتى هاي موضوع المجمعات وما مجمعات هي من مخططات وزير الإعمار والإسكان السيد بن كيم خلي أسمعانوا ياكم إشقال وأعلق أكو جملة قالها كل ش مهمة اسمع الأخوان الشيعة ما قدروا ينتجون شي نفسهم مو بس لأربيل ما عندهم رؤية استراتيجية وهسا حالياً ما عندهم رؤية هسا روحوا قعدوا إياهم كل تفكيرهم أنه شو نفوز بالانتخابات ما هو أنت أربع مرات فزت مش سويت فما عنده يحاول يبحث عن مبررات الأهم من هذا كله حاوله تجييش المجتمع وخلق كراهية بين أبناء الشعب العراقي من خلال بث كم كبير من السمو هذون ينجحوا بي هذون ينجحوا بي هو هذا أخطر أخطر ما موجود تعرف إحنا كنا في وقت صدام أفضل من حسا هؤلاء أمور أشياء رئيسية سمعت بن كينيش قال سمعتش قال وزير الإعمار والإسكاني يقول إحنا كنا في زمن صدام يقصد بغداد والمحافظات كنا في زمن صدام أفضل من الآن يقول السياسيين الشيعة ما قدموا شيء للشيعة ولا للعراق ولا للعراقيين قدموا بس يزرعون السم وقدموا بس يشوهون بصورة المجتمع وما قدروا يبنون أي شيء ولا يعمرون أي شيء من محافظاتهم ليش؟ ليش ملكتوا الدنيا ومال قارون ليش؟ ليش ما اشتغلت المحافظاتك الجنوب ما بمي؟ محافظاتك بالجنوب ميتة صحراء قاحلة لا عرفت تبني لك مجمع مثل الأوادم لا عرفت تبني لك مستشفى مثل الأوادم أربع أكثر من أربع دورات انتخابية أنتم تفوزون وكل انتخابات تفكرون بس بالفوز ما تفكرون الشون تعمرون للمجتمع عوف عمي عوف الغربية عوف بغداد روح بنيلي الجنوب مو هذولة أهلك لو التهيت بيش التهيت اتحرض وتزرع طائفية وتبث السموم ويا قال عمر ويا قال علي ويا قال الحسين ويا قال أهل البيت والصحابة خليهم بمقامهم العالي وانت تعال ابني ابني لمستشفى قلب ابني لمستشفى لأمراض السرطان ابني لمستشفى لا رحتوا تشتغلون لكم والبيوتكم والعوائلكم والولدكم عوائلكم كلها تدرس أحسن دراسة بلندن وقصوركم وعفتوا العراقيين شيعة وسنة يوم طائفية ويوم حرب ويوم من راح صدام الحد الآن أنتوا تطببون بحرب تطلعون من حرب وإحنا قلنا يا ربي خلصنا صدام كان يوميا مطببنا بحرب هذولة ناس يجوي يخافون من الحرب أشو ذولة طلعوا أنفس ما عدهم غير قالت الحرب وحجت الحرب ويلا كل ما خلّفوا النسوان نجم ولدوا يلا ودّوهم للنار يلا ودّوهم للحرب ويلا تهيئوا يلا تحضروا هم مصيادة ما عرفوا يسوون والأسلحة اللي يردوني يحاربون بها جاي بيها من نفس العدو فبنكين قال كلمة حق مع العلم أنه هو وزير في دولة السوداني وحكومة السوداني لكن قال كلمة حق قال ما سووكوش قال ظلوا وسيزرعون السمو الطائفية وعافوا الشعب بلا أعمار بلا مستشفيات بلا مدارس الله لا يبقيكم إن شاء الله والله نخلص منكم هيتش يجي يوم يخلص هذا الشعب من هالشكولات فشكرا لمعالي الوزير بنكين على هذه الكلمة كلمة الحق